قال واني إن الصين ولوس أقامت مجتمع مصير مشترك على المستوى الثنائي ووقعت وثيقة التعاون حول تشارك في بناء الحزام والطريق قبل الدول الأخرى وهم تدفعان ساب بناء لممر الاكتسار الصيني اللوسي بخطوات ثابتة وقال إن على الجانبين دعموا بعضهم البعض في حماية السيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية وحماية التعددية الحقيقية بشكل مشترك من جانبها قالت السفيرة اللوس لدى الصين إن بلادها تولي تماماً بالغاً لتطوير علاقاتها مع الصين وترخب في العمل معها لتنفيذ الجيد لتوافق الحم الذي توصل عليه قائد البلدين وتنفيذ خطة العمل لمجتمع مصير مشترك بين البلدين وتعزيز تعاون في بناء الحزام والطريق وإثراء مضمونات شراكة التعاون للسراتيجي الشامل للحد الأكبر كما رفع واني مع صفيرة اللوس الستار عن إصدار طابع تذكاري لهياة ذكر إقامة العلاقات بين البلدين وحضر الحفل نحو مئة شخص من ممثلي البلدين ودول الأخرى في العسيان ترجمة نانسي قنقر